كل يوم لما كنت مطلع في تريند الاهل وقع ده بصي كده في الورق اللي معايا يطرى النهاردة فيه خبر على كهربا ألاقي فيه خبر على كهربا مبارح برضو الكابتن محمود الخطيب قال تصريح في غاية الأهمية لما قال محمود عبد المنقم كهربا ملتزم جدا مع النادي الاهلي وتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع النادي الاهلي وابتدى يركز بشكل قوي مع النادي الاهلي برضو احنا لما بنطلع ندافع عن كهربا هل بنطلع ندافع عشان لاعب في النادي الاهلي وبس ولا بندافع عن الحق احنا بنبقى شايفين اللي بيحصل في التدريب وبيبقى لنا زملاء مراسلين موجودين في كل التدريبات وفي كل المباريات وبنتواصل مع اللعيبة وبنتواصل مع الجهاز الفني وعارفين كل الكواليس لجوه الفرق لو ما فيش التزام عنقول ما فيش التزام لو في عقوبة الجهاز الفني بيعلنها بنطلع لإعلنها لكن طالما في التزام واللعاب ملتزم ليه دايما عايزين تصنعه مشكلة ما بين اللاعب مع الجهاز الفني ما بين اللاعب مع بيت سمو سيماني ما بين اللاعب مع جمهور الاهلي قاربا النهاردة برا لسكور خلاص جاي له عرض من السعودية جاي له عرض من الامارات طالب ان يوعد مع الكابتين سادا عشان يحدد مصيره النهاردة هو مثلا علاء اخبار النهاردة على طهير محمد طاهر والنهاردة فيه تمرين وبعد التمرين هتعلن القيمة نبدأ نجز بقى من دلوقتي القيمة هتعلن من هيكون برا القيمة ما طبيعي كل ماتش فيه لعيبة هتكون بره القايمة هو أنت هتلعب بكام لعيب هتلعب ب14 لعيب ولا هتلعب ب11 إلا هتدك تسع لعيبة هتنزل خمسة ولا هتنزل سبعة ما أنت بأي تلاتين لعيب فطبيعيا يكون فيه لعيبة بره بس الموسم طويل يعني الموسم لسه المشورة في طويل فمحدش قايم من دلوقتي طاهر بره لسكور يبقى في يناير ماشي ما وفماتش الزمالك نزل ولعب ده لو الراجل ده هيمشي في يناير هل بيتسو ممكن ينضمه للقايمة وينزل في مباراة كبيرة زي مباراة الزمالك لازم نفكر شوية بمش أقول بموضوعية والمنطق والعالي يقول إيه لا لازم نفكر شوية بطريقة عملية بنشوف التدريبات بنشوف الأخبار بنشوف النتائج بنشوف تصراحات المدرب ومهم جدا نصدر تريند إيجابي في تصراحات بيتسو مسماني لأن آخر مؤتمر صحفي للأسف الصورة اللي خرجت سلبية جدا عن طبيعة الأداء في المؤتمرات الصحفية والأسئلة اللي بتتسئل وكان للأسف فيه رد فعلي مش كويس لكن أتمنى الفترة الجاية يكون فيه يعني الحديث عن الأمور الإيجابية بشكل كبير في ظل إن فيه إيجابيات كتير يعني أنا مش عايز أتكلم من الناس تقول إيجابيات وخلاص لا فيه إيجابيات كتير موجودة فيه إيجابيات كتيرة في الملعب فيه إيجابيات كتيرة في التغيرات فيه إيجابيات كتيرة في تغير طريقة اللعب فيه إيجابيات كثيرة جدا في مسألة كمان التاكتك اللي بيشتغل بيه بيتسو موسيماني مع الفريف في الفترة الأخيرة في الدورة العام فيه تلات محلل أداء موجودين في الأهلي فيه اتنين موجودين خارج الملعب وفي المدرج عام بين وصيلة اتصال مع الجهاز الفني وده أنا ما بشفتوش في الدورة المصري خلال السنوات الأخيرة وده موجود في الدورة الإنجليزية والدورات الأوروبية من سنين فنشوفين الإجابات اللي تمت نشوف الاستراتيجية الجديدة اللي دخلت من خلال الجهاز الفني الأهلي خلال هذا المسلم في الدورة عشان نشوف مدى الاستفادة اللي ممكن تعود على النادي الأهلي من ده وبالتالي منتخبنا الوطن هيستفيد بده لأن احنا عارفين على مدار التاريخ طول ما النادي الأهلي بخير هتلاقي منتخب مصر بخير وحتلاقي سبعة تمانية أساسيين من الأهلي موجودين في التشكيلة الأساسية في منتخب مصر والتاريخ بيقول ده من خلال سنوات كثيرة وعديدة ده جزء مهم جدا